موضوع هشان محمد مثلاً هشان محمد الناس قبل ما النادي الايلي يخلصوا هشان محمد والنادي الايلي مش عارف يخلصوا ازاي وطب الفلوس اللي في النادي وانتوا مش عارف انا بقول لكم بس اللي بحصل بمنطقة الوقعية لما النادي الايلي يخلصوا ايه الفلوس دي؟ يا عم يعني أنا يعني يا جماعة انتوا عايزين نجم ايه بجلال هيموت عليه اساساً عشان عارف امته وعمل المشاكل عشان يشم محمد ما يمشيش وبالرغم من كده النادي الايلي جابه هو تمنه كده هو السوق كده هي الفلوس كده المقاصة بلغوا شوية في الشروط لكن احنا بنجيب نجم النادي الايلي بيجيب نجم في الاول وفي الاخر عشان يرضي طموح جماهيره ولا انا كلامي فيه حاجة غلط انا لما اجيب نجم بمئة مليون جنيه بجيبه المين بجيبه للنادي الايلي وجماهيره لما جبت ميده جابر مش كان ميده ده الدنيا مقلوبة عليه وهو لعيب كويس ميده جابر لعيب كويس لكن هو بتحصل ظروف ازمة ثقة بين اللاعب ونفسه بتحصل كتير جدا 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 لكن ميده جابر ده كان الناس عايزة مطلب اساسي دلوقتي الناس بيقولوا لا ميده ومستواه ويطلع اعارة عمر بركات ما شاء الله قعد ساكت 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 ونزل اقنع الناس بيه فلوس كتير اتدفعت فيه جون أنتوي لما جبناه او نادي الاهلي جابه كان صفقة الدنيا كلها صح كان بفلوس كتير محدش تكلم ايفونا امثلة كتير جدا علي معلول دلوقتي حسين يعني انا مش عايز اقول اسماء يعني خليها تيجي كده بالظروف هشان محمد يا جماعة العيب مميز جدا تمنوا كده لما مدير فني يعمل مشكلة حتى لو مشكلة مش باينة للجميع لكن عامل مشكلة بسبب هشان محمد لان عارف امته لما نادل قال يجيبه وانت مش محتاج جون أنتوي هتطلع العيب اعارة كمان وخدت فيهم فلوس ايه المشكلة ايه المشكلة يا جماعة امان لو بنسمع على ارقام بر يعني انا بتكلم معاكو زي ما قالتلكو ربنا اللي اعلم بتكلم ازاي طبعا فيه ناس بقى اطلع تقول اصلا وبيقول كده عشان مش عارف ايه انا ما بقولش كده عشان خاطر حد انا قلتلكو انتماء الاول والاخير للناس اللي بتسمعني والناس اللي بتشوفني اه يعني مواضيع كتير جدا مواضيع كتير جدا الناس دايما بتشوف الجزء الصغير الفاضي مع ان فيه يعني فيه اجزاء كتير قوي مليانة يعني فيه ايجابيات كتير جدا محدش بتكلم عليها ليه محدش بتكلم علي المشاكل اللي بيشوفوها ليه الناس اللي بتتكلم يعني مش عايز ادخل نفسي في حاجات لكن كان فيه مصرحية مبارح يعني مصرحية للي شافها يعني ما بتتكلموش على الكلام دا ليه يا جماعة الكلام دا بتشوفوش في نادل قالي خالص لما فيه مدير فني يطلع ومش عارف مين يطلع وصدام وحاجة عمروكوا سمعتوا الكلام دا عمروكوا شفتوه لا شفتوه ولا هتشوفوه النادل قالي نادي كبير على اي حد كبير على اي حد النادل قالي هو اللي الناس كلها بتعمله تاني النادل قالي كبير على اي حد مفيش حد هيقدر يتكلم على النادل قالي او يكسره ابدا اه فيش حد هيقدر يوقع بين رموزه عنده اعضاء جماعة ومعومية ما شاء الله عليهم كلهم في منتهى الثقافة يعني اللي يقدروا يعملوا كل حاجة مفيش توصيات بتيجي على حد كله بيخدم النادي الاهلي النادي الاهلي يا جماعة لما قالي النادي الاهلي فوق الجميع اللي هو فوق كل الناس او فوق كل الناس اللي شغلين فيه فمش عايزين مش عايزين يشوف دايما الجزء الفاضي يعني انا يعني كنت عايز برضو يعني اتكلم في الموضوع ده من زمان